أدى أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد وصاحب السمو الأمير مولاي إسماعيل الاثنين العشر منذ الحجة 1445 هجرية الموافق للسابع عشر من يونيو 2024 ميلادية صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد الحسن الثاني بمدينة تطوانا وقد غصت جنبات الطريق التي مر منها الموكب الملكي بحشود المواطنين والمواطنات الذين جاءوا ليباركوا لأمير المؤمنين العيد السعيدة وهم يهتفون بحياة جلالته ويباركون خطواتها ولد وصول جلالة الملك إلى المسجد استعرض جلالته تشكيلة من الحرس الملكي أدت التحية وعقب الصلاة أبرز الخطيب في خطبة العيد الدلالات الكبيرة لهذا اليوم الجليل الذي جعله الله خاتمة للعشر الأوائل منذ الحجة المباركة مبرزا أن عيد الأضحى يمثل شعيرة من شعائر الإسلام ومنحة إلهية من الرب الرحيم فيها تتجلى الوحدة والأخوة والتكافل والتضامن بين المسلمين وأضاف الخطيب أن هذا العيد يحل على المغرب وقد حبه الله تعالى بالأمن والأمان والطمأنينة والرخاء بفضل إمارة المؤمنين الركن الركين والحرز المتين وأشر إلى أنه بفضل أمير المؤمنين حام حمل ملة والدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس وبفضل حكمته وسداد رأيه أضحى المغرب أمة مزدهرة بما أطلق جلالة الملك من مشاريع كبرى هادفة بانية جعلت مكانة المغرب مرموقة بين الأمم وبوأته منزلة يعتبر بها نموذجا دوليا وإقليميا وكذا حرس جلالته على إقامة الدين وشعائره وتثبيت قيمه ومناهجها وفي الختام ابتهل الخطيب وجموع المصلين إلى الله تعالى بأن ينصر أمير المؤمنين ويقر عين جلالته بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن ويشد عدده بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد ويحفظه في كافة أفراد أسرته الملكية الشريفة كما رفعت أكفو الدرعة إلى الله عز وجل بأن يمتر سحائب الرحمة والرضوان على فقدي الوطن والإسلام الملكين المجاهدين محمد الخامس والحسن الثاني ويكرم مثواهما ويطيب ثرهما بعد ذلك قام جلالة الملك بنحر أضحية العيد اقتداء بسنة جده المصطفى عليه أزكى الصلاة والسلام فيما قام إمام المسجد بنحر الأضحية الثانية وفي ختم هذه المراسم غادر أمير المؤمنين مسجد الحسن الثاني عائدا إلى القصر الملكي وسط هتفات المواطنين والمواطنات الذين حجوا بأعداد كبيرة لتعبير عن تعلقهم بأهداب العرش العلوي المجيد وبشخص جلالة الملك في الوقت الذي كانت تدوي فيه طلقات المدفعية تعبيرا عن البهجة بحلول العيد المبارك وبالقصر الملكي تقدم للسلام على أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس أيده الله الذي كان مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد وتهنئته بالعيد السعيد رئيس الحكومة ورئيس غرفتي البرلمان ورئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس الأول لمحكمة النقد ورئيس النيابة العامة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقد وعميد السلك الدبلوماسي الإسلامي بالمغرب سفير دولة الكاميرون ورؤساء الهيئات الدستورية وعدد من سام الشخصية المدنية والعسكرية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر